بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان شهر الصيام قال الله يا أيها الذين آمنوا نعم يا رب كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان فريضة صيامه فريضة ورقن من أركان الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع إليه سبيله الصيام في رمضان رقن من أركان الإسلام والله سبحانه وتعالى ليسهل عليك الأمر أخبرك أن هذا الصيام سيكون في أيام معدودات ولم يقل في أيام معدودة لأن معدودات تفيد التقليل فهي أيام معدودات تصومها لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه وابتغاء مرضاته فلعل الله بها يجعلك من عتقاء هذا الشهر الكريم ففي رسالة عايز أوجهها وأنادي من خلالها على كثير من المسلمين اللي بيفرطوا في صيام شهر رمضان وبيتكسلوا عن صيام شهر رمضان طبعا اللي بيقول ما فيش حاجة اسمها الصيام في رمضان ده خرج من الإسلام لكن بكلم عن المسلم المتهاون اللي ما بيعرفش يقاوم يقول لك أصلا مش قادر أسيب السجارة في رمضان فيفطر عشان خاطر سجارة معقول واحد يقول لازم أشرب كوباية قهوة والله يعني في واحد يقول لي ما أقدرش لازم أشرب كوباية قهوة لم أصحى من النوم يوم يفطر ويضيع رمضان علشان خاطر يعني شيء من أمور الدنيا الزائلة في رسالة هبلغها لك هقول لك النبي عليه الصلاة والسلام شاف بعنيه المفطرين في رمضان بغير عذر بيحصلنهم إيه في الحديث الصحيح عندنا حديث أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل وميكائيل عليهما السلام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة طويلة في ليلة كاملة ليرى بعينيه ما يحدث وما يدور في عالم البرزخ عالم البرزخ هو العالم الذي ينتقل إليه الإنسان من بعد موته ويستقر فيه إلى أن تقوم الساعة مر النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل وميكائيل قال فرأيت أناسا معلقين بعراقي بهم يعني متعلقين من رجلهم ورصهم لتحت مشققة أشداقهم الشفايف متأطعة مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما طبعا بأكيد الملائكة بتعذب فيهم أو أي شيء ربنا عافينا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم يعني كانوا يفطروا في رمضان بغير عذر الله سبحانه وتعالى رخص للمريض ورخص للمسافر ورخص الإسلام للشيخ الفاني الكبير الذي طعن في السن الذي لا يقوى على الصوم لأن الله إله حكيم قال عن نفسه سبحانه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال الله هذه الآية في آيات الصيام التي تتكلم عن الصيام وأحكامه ما جعل الله تعالى لك الصيام في رمضان ليتعبك لكنه امتحان جعله الله تعالى لك في كل سنة مرة يمتحنك الله ويختبرك الله بصيام رمضان أنت في هذه الدنيا خلقت لتعيش امتحانا قال الله عن نفسه سبحانه الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل من هذه الامتحانات امتحان في صيام شهر رمضان يريد نصوم رمضان إيمانا واحتسابا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه صم رمضان وانت صايم قل له يا رب هذا عمل أقدمه من أجلك طاعة لأمرك رجاء أن تجعلني من عتقاء شهر رمضان ترجمة نانسي قنقر